أحسين البروجردي من المراجع المعروفين والمشهورين جداً في إيران مرجعيته في أيام الخمسينات من القرن العشرين من القرن الماضي صار مرجعاً للشيعة في إيران بعد وفاة مؤسس حوزة قم عبد الكريم الحائري الذي كان مرجعاً عاماً في إيران حسين البروجردي رجاء أن اعرضوا لنا صورته هذه الصورة الأولى للسيد حسين البروجردي واعرضوا لنا الصورة الثانية وهذه صورته الثانية في السنوات الأخيرة من مرجعيته في سنة من السنوات وجه دعوة إلى كل أصحاب المواكب الحسينية في مدينة قم في أواخر أيام شهر ذي الحجة إنها الأيام التي يتهيأ فيها أصحاب المواكب والهيئات الحسينية لتهيئة مواكبهم وهيئاتهم وحسينياتهم لأيام محرم التي ستكون قريبة أرسل على أصحاب المواكب والهيئات والحسينيات فجاءوا يتقاطرون مسرورين إنه المرجع الأعلى ماذا يريد منهم وإذا بهم يصدمون حينما قال لهم بعد أن اجتمعوا في داره قال لهم تقلدون من أنتم قالوا نقلدك يا سماحة المرجع الأعلى قال إنني أحرم عليكم ما تقومون به من نشاط ومن أعمال في الحسينيات وفي المواكب والهيئات صعقوا جميعا ماذا يقول هذا الرجل صعقوا جميعا لكن أحدا وضع الحسين جوابا على لسانه فأسكته وأفحمه وأسقط ما في يديه وصار مخذولا حسيرا بائسا خاسئا كما يخسأ الكلب حينما قال له قال له سيدنا احنا انقلدك طيلة السنة بس هاي الأيام العشرة من قلدك بيها لا يستطيعوا أن يمنعهم هم أحرام لا يستطيعوا أن يوجب عليهم أن يقلدوه في هذه الأيام قال له لأحنا انقلدك السنة كلها بس دني الأيام العشرة من قلدك نحن نقلد الحسين فجاءته الصفعة على وجهه مثل ما نقول بالتعبير الشعب العراقي ضربوا على بوزه ضرب المرجع العظيم على بوزه الكسيف هذا هو وقع مراجع الشيعة وواقع خطباء الشيعة الذين يعتاشون يعتاشون ويجمعون الأموال من منبر الحسين ومن مجالس الحسين هذا هو الواقع الذي عليه الطوسيون هناك عقدة عند هؤلاء عندهم عقدة من العترة الطاهرة مثل ما عند نواصب سقيفة بني ساعد لكن كل مجموعة تعبر عن عقدتها بما يناسب منهجها سقيفة بني ساعد لها أسلوبها سقيفة بني طوسي لها أسلوبها بحسب أتباع كل سقيفة الطوسيون لا يستطيعون أن يتصرفوا كما يريدون لأن الدخيين من أتباعهم يعتقدون أنهم شيعة للعترة الطاهرة فلابد من الضحك على ذقونهم بطريقة وأخرى